تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة ما في متابع لكرة القدم ما بيعرف لقطة قفزة مارادونا في إيدو وهو بسجل في شباك إنجلترا بس خلونا ندخل بتفاصيلها عشان تكون قصتها الصورة كاملة تعود اللقطة طبعا إلى دور الثمانية من كأس العالم 1986 إنجلترا بتواجه الأرجنتين مش مواجهة كرة قدم بل هي مواجهة سياسية بحتة لأنها جاءت بعد حرب الفوكلانت بأربع سنين واللي انتصرت فيها إنجلترا بشكل ساحق على الأرجنتين مباراة بطابع سياسي عسكري لعيدة الأرجنتين أخذوا الأمور شخصية ووطنية أكثر من مجرد كروية ماردونا قدم أداء مذهل لأنه تصرح وعاد الجمهور أنه يهزم إنجلترا هذه المرة في هذه المباراة غلب الإنجليز بس مش كل شيء كان مجرد أداء في الدقيقة 51 النتيجة سلبية ومن دربك معينة بتصير في خط الدفاع بيحاول أحد لعبي إنجلترا ستيف هوج يرجحها للخلف ماردونا ينتبه لهذا الموضوع يدخل منطقة الجزاء يقفز مع الحارس العملاق شيلتون ويلمس الكرة بإيده ويسجل الهدف ثم يذهب ويحتفل وكأنه لم يفعل شيء وهون كان الذكاء رفع إيدي تجاه الجمهور وطلب من اللاعبين يحتفلوا معه بشكل واضح ليخدعوا الحكم ويعتبروا الموضوع طبيعي هو اعترف بذلك بعدين وقال قلت لهم إن لم تحتفلوا معي الحكم سيلغي الهدف هذا الاحتفال خدع الحكم التونسي وقتها عالي بن ناصر اللي قال عن ذلك نظرت لحكم الرأي لأخذ وجهة نظره لأني شعرت أن هناك شيء خطأ لكن لم أجد منه أي إشارة هذا الهدف جعل الحكم علي بن ناصر من ألذ أعداء الإنجليز لسنوات طويلة وهم بهاجموا وينتقدوا بعد الهدف بأربع دقائق فقط انطلق ماردونا انطلاقة صاروخية لا تنسى راوغ لعبي إنجلترا الواحد تلو الآخر وسجل هدف عظيم للعلم حتى هذا الهدف كاد الحكم علي بن ناصر يكون بطل فيه لأنه ذكر أنه فكر باحتساب الخطأ بعد تعرض ماردونا للضرب مرتين خلال رحلته للهدف لكن قال قلت حخليه يكمل وقال لبي بي سي يوما ما كنت أن أفسد أفضل هدف في تاريخ كأس العالم بعد الهدف باليد خرج ماردونا بتصريحه الشهير لقد كانت شيئا من يد ماردونا وشيئا من يد الرب وهو تصريح استفز الإنجليز فخرجت تصريحات منهم واضحة قالوا عن الحكم الموضوع ما بده ذكاء اللعب قزم والحارس شيلتون طبيعي ما حيسجل برأسه أمامه تصريح يد الرب استفز الإنجليز صح لكن خرجت تصريحات أرجنتينية مواجهة وقالت الإنجليز سرقوا بلادنا سرقوا أراضينا ونحن سرقنا مجرد مباراة كثيرين بعد الهدف اعترفوا بأن احتفال ماردونا وطريقة لحاق لعبين الأرجنتين فيه كانت ذكية وخادعة الحكم ومن المضحك في الموضوع أن أحد البعلقين الإنجليزيين الرئيسيين عندما رأى لعبي إنجلترا يعترضوا على الهدف قال لماذا يعتقدون أنه تسلل لقد كانت عائدة من لاعب المنتخب الإنجليزي طبعا هذه إشارة أن الوهل الأولى خدعت الجميع وليس فقط الحكم على كل حال هذه اللحظات مش هتتكرر في كرة القدم هذه الأيام بسبب الفار فشكرا للتكنولوجيا